لا أحد ينجوا من ارتدادات الأزمة في بادات هكذا تقول المعطيات وتفسيرات مراقب الشأن السياسي إذا تارت موجة التصعيد التي شهدتها الأخيرة قلقا بالغ في الأوساط السياسية داخل أقليم كردستان إضافة إلى مخاوف أخرى من ارتداداتها السلبية على جوانبه الاقتصادية والأمنية وضع اللي جاي نشوفه حاليا هناك استقرار مستتب وأمن وأقتصاد في الأقليم ولكن أكيد كل نتيجة سلبية بالجانب الاقتصادي والجانب الأمني والجانب المجتمعي تؤثر علينا وعلى اقتصادنا في داخل الأربيل والأقليم بالكامل وهذا ما لا نتمنى يرتبط المركز والإقليم بملفات عدة ومعقدة فصادرات الثروة الطبيعية وإدارتها والموازنة ورواتب موظفي وإدارة المناطق المشتركة بالإضافة إلى المنافذ الحدودية هي أبرز الملفات التي تتأثر بأي أزمة تشهدها بغداد الالتزام بالدستور وثانيا دفع المستحقات الإقليم كردستان وأيضا تشكيل مجلس الاتحادي حسب الدستور اللي جاءت في الدستور وأيضا سن قانون النفط والغاز في برلمان العراقي وأيضا إعادة تشكيل المحكمة الفدرالية حسب الدستور قيادات أقليم كردستان أطلقت مبادرات عدة أبرزها تلك الصادرة عن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ويسعى لإدارتها رئيس الأقليم نيجرفان بارزاني لخوض حوارات مباشرة بين الفرقاء لتجاوز الخلافات الممتدة منذ أكثر من عشرة أشهر التصعيدات الأخيرة في بغداد له انعكاساتها السلبية وارتداداتها على الحياة المعيشية هنا في عموم إقليم كردستان فهناك ملفات شائكة عالقة تحتاج إلى جهود حثيثة لحلها ووفق الدستور ومبدأ التوافق والتوازن والشراكة بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل